برضو ما قلناش اسئلة لكن هنتجأ على شكلك. انا اقطعك معلش. معلش. لانه حضرتك لازم برضو اخد انا منك. انت من سؤال حضرتك. ايه. انت سألزر كابتنا عصام حدد لي كزا وكزا. هرب مني. معلش. لا هو قال له حالك التحدي الكرة وعمر جنين وغيره. اه. انا اللي بسأل حيب بعد اذنك طبعا. طب اللي حصل في الملعب. في الملعب. نعم. فابوزاب. لا. فابوزاب. تمام. ده مسئولة مين. بص خلينا نقول ايه كل واحد اخطأ هي مسئوليته. لان المسئولية الجماعية يعني مثلا ايه. ما اقولش. مثلا الخطيب رئيس النادي الاهلي. هو مسئول عن كهرباء. وهو. كل لاعب موجود في الشرائط او موجود في اي وثيقة اه موجودة يعني ظهرت ووصلت لينا بطريقة او باخرى. هو المسئول عن الموضوع. طب ايه اللي وصلهم لهذا التجرب. اللي وصل ايه. هو ضعف. ضعف. فيه الملاخ العام المحيط بالبتاع ده. بالمباراة. وبالجاء والاجواء. ان فيه جمهور. لا مش جمهور بس. خلي بقى لك كابتن دلوقتي. فيه حزبين في الاعلام تحديدا. الاعلام المرتبط بالاهلي او بالزمالك تحديدا ده. واللي بيقبط. كلمة اللي بيقبط دي. طالما انت بتشغل انت بتقبط من عرقك وتعبك. لانك بتقدم خدمة. ما تيجي تقدم خدمة النادي الاهلي كاعلامي. او النادي زمالك انت بتخرج عن كل الحياد وكل للموضوعات. وكل حاجة احنا بنتكلم فيها. اذا انت اصبحت كانك موظف موجود في 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 النادي في الاهلي او الزمالك. مهمتك وشغلك انك تدافع حق او بالباطع. حتى ولو لم تكن مقتلع. طبعا. طبعا. لان انت انت بتقبط. خلاص انت انت ايه محسوب. اسمها. هؤلاء المجموعة اللي اكثر من مية وتلاتين او مية وخمسين واحد. بيسيطروا بالضباب. ضباب او حاجة سودة كده خيمة سودة. زي انت عارف انت ما تيجي تحرق الرز سيطرت على 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 الموضوع. اتنين. يعني انت بتعزي اللي حصل للعالم. ادي جزء كبير قوي منه. لسبب لانه احنا طول النهار. ده انا هقولك على حاجة ما احنا بنشوف ازا كنا احنا بنسخن من الكلام. انت ما تيجي انت عايز توجه وعايز تدافع وعايز تخلق اكاذيب وعايز تتعطل الفريق المنافس وعايز وعايز. كل ده امور امور عندهم مشروعة. مع انها خرج عن سياق ما يسمى بالقيم والاخلاق اللي احنا بنبحث عن. اتنين. انت بتيجي انت ايه. اللي انا شايفه اللجنة الاتحاد المصر اللي قرد قدم الليه الكابتن الجليني والمجموع اللي معاه. دول لجنة. كابتنته ليه? اللي سميه زي ما اتا هو محاسب. انا ما اعرفش هو المؤهب تا. كابتن هو. الاستاذ. 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 ايا دوش ضغوط. جاي قوي جدا للدولة المصرية بكل مكوناتها جايبا ووقفة وراه. واضب وقرارك بقوي ووسع على الطريق واعمل اللي انت عايزه. هما مستغلوش الفرصة دي. فاول فاول هاد زرايحة جاية بينه وبين مرتضى منصور تحديدا في الهاتف زمالك. ايه بدأ يرجع ورا ويعمل برجعش. لان ايه مرتضى اصلاق. خلينا نتكلم. انا 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 بقعد وامصلك اصلاق. انه هو بيجي يرقص كل الناس دول. لا 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 ده انت قدام واحد ايه? ده انا ما شفتش واحد زيه. بقى لي 3240 سنة ما شفتش. انت هو شفتو? انا ما شفتش. انه هو عمال يرقص الناس الشمال ويجي مين. انت معجب. لا انا انا مش حكاية معجب. لا اخطاء قاتلة اللي عملها. لان في في حاجة اسمها حدود للعملية. ما دون ذلك لا بيتحول العملية كابوس. بس الكابوس ده مين يحربه? مين يقوله لأ? مين في البلد كلها بيقوله لأ? ما فيش حد. اذا لازم اسقفه. اتنين. انا بقى انا 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 ازعلان جدا. من القرارات اللي اتخذت فيه كعقاب للمجموعة اللي هي اخطأت في 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 كاس السوبر هناك في ابو ظبي. ليه يا كابتن? اما انت في 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 فيديوهات وا 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 ما بقاش حتة الخمسين الف ومئة الف جنيه تنفع. ده ايام كابتن عصامل ما كان رئيس الاتحاد. كان ممكن خمس تلاف جنيه او عشرة تلاف جنيه. الولد يجيبهم منه بتبقى تبقى عملية مشكلة قبل. لكن بتبقى مشكلة. لكن انت بتاخد فلوسك ربنا يكرمك كاي لعيب. بالملايين اذا لازم الغرامة تبقى على الاقل مليون جنيه في ما فوق. انت تعليق كابتن عصامل عالعقوبات. بالزبط. كابتن عصامل خليك معاي. الانا وجهة نظري. ما تقلش عن مليون جنيه. ما تقلش. ليه? لاني النوعية المنفلتة من اللعيبة والاداريين دول بيهمهم اوي ويوجههم اوي الفلوس. فخد الكورة وكل المنظومة الرياضية اللي موجودة في مصر يا كابتن عصام. خليك معاي. بس لو العقوبات فلوس. مش فلوس ما هي ما انت. اه سهل او الناس حد هيدفعها له. اتنين مليون هيدفعه? لا لا لا. يدفع له اكتر من كده كمان في الاهل هيلاقي اللي يدفع له. العقوبات. العقوبات. لين? مستشار تركيات. وطفر. نعم. شطب واقاف. هم. وهم كلوا مع بعض الحزمة الاجراء? لا 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 لا. الفلوس الفلوس اسهل حاجة في الدنيا. شطب واقاف. متراوح بقى متراوح المدة. انما برضو بعد تحقيق. يعني انا اجيب تحقيق واجيب شرايط واجيب قضاء واجيب ناس مستشارين. عاملوا كده. ها. واجيب. تحقيق فيه بعد ازدق. تحقيق في اللي حصل. يعني مشاهدها. هو فيه حاجتي. علشان يبقى فيه علشان يبقى فيه كل حكم بيتاخد مدعم بالمساردات اللي اللي بتسند هذا الحكم. انما الحكم لازم يكون اه يعني الى جانب الغرامة لابد ان يكون فيه عقوبة ادارية. تمام. عقوبة ادارية بالايقاف لفترات قد تصل الى سنة. يعني. ما هما الاتنين هما الاتنين بيمشوا جنب مع بعض. انا مش عايز اقول لك يعني ده فيه حاجات حصلت تستهل الشطب يعني لكن. زي ايه? ها. كابتن عصام بقى دبلوماس ايه? لا. كابتن ده نتخبرتك عزيزي عزيزي يتعلم الخبرة اجا. كابتن انا عايز اسمعك. قولي. في 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 اشارات وحاجات اه. زي الشكبالة اللي عمله. فاضحة. زي الشكبالة اللي عمله. تمام. و ايه تاني? دي دي تتشطب يعني. هو يتشطب تقصد. الحاجات دي دي برق قموس الدنيا كلها والرياضة والاخلاق و و وبعد كده بعد الشطب يبقى فيه التماس بقى ولا حاجة. لكن لابد ان يكون فيه يعني كود اخلاقي نقف عنده. لانه اه. خلي بالك دي نقطة فاصلة. اذا اذا اللي حصل ده. ما حصلش حاجة تغطي عليه من حيث العقوبات. ها. هتفتح الباب لحاجات تانية بعد كده جوه المسابقات المحلية عندنا. فلابد ان يكون يعني النظرة لابعد. ها. ان انا لازم احط حاجة يعني عقوبات رادعة. يعني ايه رادعة? يعني تمنع تكرار وتمنع تكرار ما هو اقل من كده. تمام كده. يعني اللاعب يفكر مليون مرة قبل ما يقدم على هذا الامر. لانه بينهي مستقباله. لانه بينهي مستقباله. اه. طب انا برضو ليس سؤالي كامل كامل فيه بعد اذنك. صد. هذه الامور اللي بتصدل من اللاعبين. هل تشجع الدولة على عودة الجماهير? لا طبعا. لا ده فيه حاجة. بسا كابل ده فيه مشكلة. يعني احنا ايه. يعني انت عمال في البلد كلها دلوقتي لو تلاحظ. التغيرات اللي موجودة في التنمية وبشكل عام في البلد كلها. طبعا. انت بتضربها. اه. يعني انت عمالين يروج برا يعني شوف الرأيه. كل السياسيين اللي موجودين. كل واحد عمال يقوم بدوره. اللي هم ورك بتاعه رايح ويزبط ويبتاعه. ويجيب رؤوس الاموال. وواواوا. انت بتيجي فوق ماتش واحد. وبتدول على ان ايه. التنمية في في الحجر. مشيه. لكن في البشر لم تصل بعد. او لم تتحقق. جملة قوية. انت بتضر بتضر السيستم. بتضر البلد كلها. يعني انا ما كل. هما دول المجموعة. افضل مجموعة لعيبك موجودة. واغلى لعيبة مجموعة لعيبك موجودة. الناس بتتمتع بكل حاجة. كل ولادنا. مش هقولك ابني بيقعد يبص على فرقته ازاي. وبيص على كل اللعيبة. اما تعمل كده. انت بتضربنا كلنا. بتوقعنا كلنا. في مأزك. مش عارفين نخرج منه. مصر الحضارة هي اللي بتعمل كده. انا شايف دلوقتي ان ممكن نطلع فاصل. نطلع فاصل ونرجع نشوف الكابتن عصامي اللي هيدوخنا مش هنقدر نطلع معاه بجملتين. انا اتخنقت. فضل.